موسيقى The Present Perfect Progressive يعبر المدارع التام المستمر Present Perfect Progressive عن استمرار حدث بدأ في الماضي واستمر حتى الوقت الحاضر ولذلك نستخدم معه عدة كلمات مثل All day, all morning, all week, for and since It has been snowing all day ظل الثلج يتساقط طوال اليوم هنا بدأ الحدث في الماضي ولكنه مستمر حتى اللحظة الحالية We have been walking all day كنا نمشي طوال اليوم The children have been studying for four hours لقد استمر الأطفال في المذاكرة لمدة أربع ساعات ويختلف هذا الزمن عن الـ Present Perfect الذي تحدثنا عنه سابقاً في أن الـ Present Perfect Progressive يؤكد على استمرارية الحدث حتى الوقت الراهن وهذا يعني أن الحدث لم يكتمل بعد بينما الـ Present Perfect يعني تمام واكتمال الحدث She has been watching TV all night لقد كانت تشاهد التلفاث طوال اليوم Michael has been listening to music for two hours لقد كان مايكل يسمع الأغاني لمدة ساعتين The girl has been dancing all day كانت الفتاة ترقص طوال اليوم والآن قارن بين I have been drawing this picture all day كنت أقوم برسم هذه الصورة طوال اليوم بخلاف I have drawn this picture قمت برسم هذه الصورة هنا اكتمل الحدث وكما لاحظنا يتكون الـ Present Perfect Progressive من have or has plus been plus the gerund or verb plus ing I have been living here since 2010 أنا أسكن هنا منذ عام 2010 She has been singing for one hour لقد كانت تغني لمدة ساعة ومع الـ Present Perfect Progressive نستخدم أفعال تدل على الاستمرارية مثل learn learn يتعلم live يعيش sleep ينام ينام study يدرس rain تمتر sit يجلس wait ينتظر work work يعمل she has been waking up all day لقد استمرت في الاستيقاظ طوال اليوم I have been teaching since 2008 أنا أقوم بالتدريس منذ عام 2008 أحمد has been waiting me for two hours كان أحمد ينتظرني منذ ساعتين The Past Perfect Progressive يؤكد ال Past Perfect Progressive على بقاء حدث كان في حالة استمرار قبل حدث آخر في الزمن الماضي mom had been looking for her earring for three days before she finally found it لقد كانت ماما تبحث عن القيرات لمدة ثلاثة أيام قبل أن تتمكن من إيجاده هنا ظل الحدث had been looking for في حالة استمرار في الزمن الماضي التام المستمر وذلك قبل أن يحدث ال Action الحدث وهو إيجاد القيرات found it she had been studying all night before she finally finished the exams لقد استمرت في المذاكرة طوال الليل قبل أن تنتهي من الامتحانات my mother had been waiting for one hour before my father arrived لقد كانت أمي منتظرة لمدة ساعة قبل أن يصل أبي وكما لاحظنا من الأمثلة السابقة هل انتظرت لمدة طويلة قبل أن يأتي المدرس؟ في المثال السابق استخدمنا صيغة السؤال ولذلك بدأنا الاستفهام بهات ثم الفاعل ثم بين ثم الجارنت she had been cleaning all day and the house was dirty لقد ظلت تنظف طوال اليوم والمنزل كان غير نظيف Sarah had been gardening all morning before she finally finished لقد ظلت سارا تعمل في الحديقة طوال الصباح قبل أن تنتهي من عملها والفرق بين el past perfect progressive والpast perfect هو أن الزمن الأول يعبر عن عدم اكتمال الحدث قبل وقوع الحدث الآخر بخلاف الماضي التام الذي يعبر عن اكتمال الحدث تماما قارن بين When I came, Jim had finished the novel حينما أتيت كان جيم قد انتهى من الرواية When I arrived, Tina had been cleaning her room عندما وصلت كانت تينا تقوم بتنظيف حجرتها هنا لم يكتمل الحدث بعد ولذلك استخدمنا past perfect progressive the future perfect progressive يعبر future perfect progressive عن استمرار حدث ما في المستقبل وقد يكون هذا الحدث لم يكتمل بعد By this time next week I will have been working on my project for month في هذا الوقت من الأسبوع المقبل سأكون قد درست في هذا المشروع لمدة شهر He will have been waiting his wife for two hours by eight o'clock سيكون بانتظار زوجته لمدة ساعتين بحلول الثامنة By 2014 she will have been studying here for five years بحلول عام 2014 ستكون قد درست هنا لمدة أربع سنوات كما لاحظنا هنا من خلال الأمثلة السابقة يتكون الفيوتشر perfect progressive من will have plus verb plus ing وعادة ما نستخدم هذا الزمن مع أفعال تدل على الاستمرارية مثل live يعيش work يعمل stand يقف wait ينتظر learn يتعلم rain تمتر sit يجلس By seven o'clock I will be staying at home for four hours بحلول السابعة سأكون قد جلست في المنزل لمدة أربع ساعات By this time next year she will have been teaching English for two years بحلول هذا الوقت من العام المقبل ستكون قد استمرت في تدريسة الإنجليزية لمدة عامين By this time tomorrow it will have been snowing for two days بحلول هذا الوقت غدا ستكون قد استمرت بتساقط الثلج لمدة يومين By this time next year will Michael have been studying in the university for four years بحلول هذا الوقت من العام المقبل هل سيكون مايكل قد أمضى أربع سنوات من الدراسة في الجامعة؟ هنا استخدمنا سيغة الانترووجاتف أو الاستفهام كما نرى نبدأ الاستفهام بwill plus subject plus bean plus verb plus ing ولكن إذا بدأ الاستفهام بأداة استفهام مثل How long what where نضع الأجزلري وهو will بعدها ثم نكمل باقي الاستفهام تبقا للقاعدة السابقة By this time next year how long will you have been living in this country؟ بحلول هذا الوقت من العام القادم ماذا ستكون طول مدة إقامتك في هذا البلد؟ By this time next month what will you have been doing after arriving؟ بحلول هذا الوقت من الشهر المقبل ماذا ستفعل بعد وصولك؟ By this time next year where will you have been traveling؟ بحلول هذا الوقت من العام القادم أين ستسافر؟